تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 443 قضية تمونية بمضبطات بلغت أكثر من 130 طن مواد غدائية في مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 33 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغدائية تم ضبط قرابة 97 طن أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 722 قضية من بينها 123 قضية خبز ناقص الوزن و140 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعيرة تم ضبط 8 قضايا بمضبطات بلغت قرابة 51 طن